موسيقى السلام عليكم خوتي ان شاء الله كم تكونوا بخير اليوم جيتكم فيديو جديد ومراجعة جديدة المراجعة الثالث اليوم ستكون على الهاتف من الفئة المتوسطة اللي هو سامسونج أدوز كما راكم تشوفون الهاتف سامسونج اللي راود يرحالة في السوق الجزائري اليوم بعثوا لي فلانستا عزونا الأدوز إذا راك قاعد بعثوا لي فيسبوك عزونا الأدوز اليوم بإذن الله سنقوم بعمل المراجعة على التيريفون هذا نشوفوا ترى خوتي اسكو يستهري بالسعر هذا 3.3 مليون و 3.5 مليون يعني يضرب في السعر هذا تقريبا على حساب النسخة والسطوكاج السعر بالدولار تقريبا تقريبا 180 دولار و 188 دولار حاليا اليوم 13 مارس وانراني نصور الفيديو حاليا بشؤون كازادو ولا طاحو ما تقولوش بلي السيد روي خورت إذن 3.3 مليون و 3.5 مليون يعني إذا قيته من فوق 3.5 مليون و 3.5 مليون ما نصحك تشاريه أطول شعليكم أخوتي بزاف ونبدأ في المراجعة هنا مباشرة موسيقى كما العادة بدوب الديزاين اللي دي ما نشوفوها أول حاجة اللي هي تصميم الهاتف التليفون تصميم رأي يكون مختلف تماما عن نسخ السابقة الادس الادس اس والا اونس الادوز راح يجب التصميم مختلف تماما كما قلنا راح نشوفه اختلاف في الكاميرات سامسونج مليون وكان يكون عندك ربع كاميرات تديرهم كأشكل الال من حاليا في الادوز دارتك ربع كاميرات مليون على شكل مربع ما كانش الال هذيك اللي قديم عن حاتها إذا كانت 3 كاميرات مليون فتديرها تحت بعضاهم كما اشتركنا في الا اونس من الادوز اختلاف تم من تحت الربع كاميرات هذو خوتي عندنا فلاشت التليفون الحاجة اللي اجبتني في خلفية الهاتف اللي هي جاية خلفية مخططة كي يعني حرشة شوية الحاجة المليحة في الخلفية هذي اللي ما هيش راح تتخبش لك في ساع ولا لا تقريب بلاستيك مما هيش راح تتخبش كما بلاستيك هذا كلمة الفيجي عادي في سيري تال ام و سيري تال ار اللي تخدمها من سامسونج هذي فيها حاجة اخرى اللي هي ما تخليش يدك تبصم في التليفون اللي لا يخرجوش البصمات حشيك تبصم في التليفون ما تلقاهم هم هنا ما يعرق لك تليفون في يدك هذي حاجة مليحة بيسك علىه على خاطر سامسونج ما هيش راح تتخبط لك انتشوك مع التليفون هذا والانتشوك الساعة مقلول كما قلنا يوم 13 مارس روى مقلول بيسك تليفون ما عندهوش بثاف من اللي توفر في الجزائر هذا ما بدو توفر بشكل كبير بدو اللي صارتين يتحلبونه بدو بدايبا في السوق ما كنت تلقا لونتشوك بالعدد ذاك اللي في السوق الكبير كما التليفونات الاخرين هذي حاجة مليحة كدفتن الخلفية كما هكا عندنا على يميل هاتف زر تشغيل مدمش فيه بعد زر البصمة خوتي البصمة تاعو خفيفة بزاف ما لقيت وش راح نعيب فيها تحط صبعك يتحل التليفون مباشراتا استعاذي في السعر هذا مقبولة البصمة تاعو يعني مبين اسرع البصمات في السعر هذا ما نرح نعيبها ما ولو بصمة مليحة وخفيفة تحط صبعك يتحل التليفون مباشراتا من فوق البصمة هذي عندنا ازرار الصوت على يسار الهاتف عندنا مدخل الشرائح تقدر تلوح شريحتين ومعهم بطاقة ذاكرة خارجية من الأسفل تلك التليفون عندنا حاجة مليحة خطينا توسي بسط قطل آدوزة راح يجيب مايكرو يو اس بي سعجة بيو اس بي طايب سي حاجة مليحة عندنا يو اس بي طايب سي تاع الشارجر عندنا مدخل ثلاثة وخمسة مليمتر تاعكي ثمان كيل عادة عندنا البفتع التليفون والمايكروفون من الفوق عندنا مايك اضافي لعز الضوضاء التصميم تاعي اخوتي مليح ومقبول سيرتوكي دارتن الخلفية هذه اللي كما قلت لكم حارشة هكا يعني ما كانش العرق وما يشرح تتخبش فيه ساعة حاجة مليحة شيء يقلقني مالكريم خنون بالبلاستيك والإطارات من البلاستيك مكلا اليمينيوم مكلا حديد معدن مكلا حتى حاجة يعني التليفون الحق سيأتي تحت ميتين قرام ولكن للأسف الشديد سيكون ميتين وخمسة قرام هذه حاجة حيرتني ردوا بالكم خوتي مكلا مقاومة للماء من الغبار ردوا بالكم مكلا معيار مقاومة لأولو خليوه بعيد على الماء وخليوه بعيد الغبار تسمى الله غالبك في بلاد الغبار ما عندك وراء تزيد التهرب منه حاولوا تجنب وقدر المستطاع على الماء خليونا من الغبار نحكي عن الماء تجنب وقدر المستطاع خوتي روما فهلا معيارية مقاومة لأولو بالنسبة للألوان سامسونج أعطيتك خيارات مختلفة وملاحبوك كل ما عندك وما ستعيب فيها عندك الأسود والأزرق الأحمر الأبيض كل واحد يرى الذوق وأنا سأعجبني الأزرق بالنسبة للسعر الثلاث ملايين هذا تصميم منطقي تصميم الخوتي يمكنكم مليحكينا حاجة بركة تصميم الكاميرات أنا في رأي الخاص ما تحوليش على قلبي لا أعجبني يعجبوني الكاميرات يكونوا على شكل أل لا أعجبني لا أعجبني لا أعجبني ممكن أن أخي المشاهد يعجب لك أمام الهاتف لدينا كارونتع تليفون هذا شيء كان شيئا بركة خلقتني الحفة تحت زادور تضعها بمبالغ فيها العبادة تجدها دائما في سامسونج دائما نقول لا تجدوا العبادة في سامسونج يعني لا تجدوا شيئا فوق رجعت الشكلة على قطرة الماء كاميرا السالفي كاميرا سامسونج أعطيتك شاشة سامبولي ما هي OLED ما هي Super AMOLED ما هي Super AMOLED ما هي Super AMOLED Plus أعطيتك IPS LCD كما كان لم توقع بات كنت رأيها راح تمتلك TFT للإي بي اس LCD راح تكون 6.5 إنش بعد عشرين لتسعة في ريزولي سنتحها راح تكون 720 بيكسل في 1600 بيكسل كثفة بيكسل تصل حتى الـ 264 بيكسل لكل إيج الشاشة هذه راح تكون مجهولة طبقة الحماية يعني سامسونج بالنسبة لطبقة الحماية يعني التليفون لا تقوم بسجاج راح يبقى عرضة تكسر أو يتخبش أو شيء يعني تركب التليفون من الجيل الخامس يا سبحان الله ونقولك تركب القزازة فما بالك التليفون ما فيش خلاص تركب القزازة وانت تضحك سرعة التحديث ستكون 60 هرتز بالنسبة لأداء الشاشة جمعة التي تشتري نتفليكس وتشتري تفرج وكذلك لا يريد أن يتفرج والناس هذه الشاشة لا تقوم بها شاشة عادية جدا تفرج مما هش كنت تقول أنت ستعبني ونقول لا شاشة مليحة شاشة مليحة مما هش ستصل للجودة الأولاد من سامسونج هذه شيء غير نساء أول ملاحة تستطيع تفرج تستطيع تفرج دي سيريك وملاحة وكثيرت هاتف مليحة أول مرة ستحلب لديك تليفون ليس مليحة تليفون سيأتي بالنسبة للشاشة التي ستقول أنت تفرج الفيلمات وانتفرج نتفليكس تليفون هذا الساعة هذه لا تزال سأكمل الفيديو الأخير سوف نرى وانتفرج بالتليفون يكون غاليين بـ 200-300-400-400-000 ستستطيع أن تأتي منه نفس الماركة أو مختلفة من شركة أخرى تبقى معنا الفيديو الأخير أما الآن نذهب إلى التليفون سامسونج أعطيتك معالج من شركة MediaTek Helio P35 المعتمد في تصنيعها على دقة 12 نانومتر أكتاكور معالج الرسوميات سيكون Power VR 8320 تشكيل العتادية هذه لا تصنيع منها أداء كبير في الألعاب يعني نقولها جماعة تعليج ولا جماعة الجامر التي تلعب في بوب جي التي تلعب في الريفاير النورمال صرتها تلعب في بوب جي ثم تحب أداء مليح ساعة هذه لا نصحكم أو التي تلعب فيها في التليفون وزربت بوب جي لازم تلقصها جدا لتنقصها جدا لتنقصها بيانا ولم تتلقى لك كما رأيكم ترونه هنا أخوتي لأني لعب برحتي لا يكتلها بطريقتي كان قصت في الجودة والتي تلعب برحتي والتي لا يستطيع أن يخطني لا يمكن أن يضرب أما في الأداء العادي تنقل بلس أبليكاسيو تحل فيسبوك انستغرام تذهب إلى جوجل يعني بواجهة المستخدم ستلعب بالدور وهي One UI نظام تشغيل سيكون اندرويد 10 في الساعة هذه لم تقلق سامسونج اسكو ستبع الآدوز نظام تشغيل الجديد وهو الاندرويد 11 من أن نقول سامسونج مع الوقت ستبع الآدرويد 11 للتليفون والله أعلم تحب تريف كما أنا تحب تحلل انستغرام تحب تحلل تحب تنقل بلس أبليكاسيو لا يوجد شيئا فالتليفون سيكون مليح لم يكن حتى ثقل لا يدرك حتى مشاكل إذا أنت إنسان سامبل كما ننصحك بالتليفون بالنسبة للرام والتخزين أعطت لنا سامسونج خيارات الخيار الأكبر هو 64 جيجا في التخزين و 4 جيجا أما الخيار الثاني 32 جيجا و 3 جيجا ننصحكم 64 جيجا إذا شقيتوا فرد مرة يعني 32 جيجا مع الوقت سأعطي لكم مشاكل سيرتون الناس و تصور بزاف يعني قدر يولي و الفطوات لا يمكنهم شيئا يتزورك في التليفون هذا يعني ننصحكم 64 جيجا غير لا شيء يعني زيادة على النسخة الأخرى برق 200 الف 250 بمية وخمسة إذا قدرت لفر تلقاهها عادي ننصحكم بربعة وستين جيجا في التخزين خلاص القول التشكيل الأعتدية التي مدتها لك سامسونج مليحة للاستعمال المتاوسط لم يحيش مليحة للجامر الذين يتمون المناط يستطيعون ببوبجي يستطيعون مكان لضرب في الفيس يحب بخوي العسيس يلعب بما كان حتى مشاكل هذا التليفون لا يشتعكم للأسف إخوتي الجامر ثم جميع السامبل ننصحكم بالتليفون ننذهب إلى الكاميرات أعطتنا سامسونج في التليفون هذا خمس كاميرات ربعة لورة وكاميرات السيلفي نذهب إلى الكاميرات الخلفية لدينا الكاميرات الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل فتحتة عدسة 2.0 لدينا كاميرا نهاية الكاميرات كاميرات الزاوية الواسعة ستكون 0.5 ميجابيكسل فتحتة عدسة 2.2 آلاجه يمتلك كاميرا الخلفية في الماكرو يحتاجونها كاميرا کاميرا الس allegations هذا الكاميرا ميت الس lihat ستكون صغر 2 ميجابيكسل فتحتة عدسة 2.4 آلاجه أو ميت أو Ohhh و若يد ستكون يكون حدول 2 ميجا بيكس لفتعة عدسة 2.4 جودة الفيديو راح تكون Full HD مع 30FPS اذا كنت اخليكم بعض التصاور انا صورتهم انا شخصيا شوي فيديوات شوي منها راحضوا اسكو التليفون هذا مليح الواحد يصور مليح الواحد يخدم الفوتوغرافي يعني يحب يصورك شوي وما تنسو ساني تركزوا مع جودة الصوت بيس كذلك عندها اهمية حتى الناس اللي تخدم الفيديوهات ركزو طراح يعني نديم اروحي يكون بلايس فيهم الريح فيهم يعني الرويز كالتع الصوت ركزوا معي اسكو الصوت راح يخرج مليح تابعوا معنا اذا كما راكم تشوفوا اللي اخوتي حاولوا تركزوا على المناظر الطبيعية كما راكم تشوفوا اللي هنا صراحة الكاميرا التاعه مقنعونيش بززاف بزاف ملاح تقدر تدار بهم فوتوات كما قلنا بس ما هيش هذه الحاجة الكبيرة يعني متعولوش بزاف اخوتي ركزوا مع عاز الضوضاء بسك الريح انا ديما نجل بلص هذه تعمل تسك الحديدية لا خطر كأن الريح والريح والعدو والعدود يعني الواحد يصور فيديو ولا يخدم من الفلوغ ولا يدير الاستورة معنا بلاش مهم الريح هو اللي يخلي الفيديو يفزد من ناحية الصوت ولا من ناحية حاجة كما هكا كما راكم تشوفوها اليكم كما راكم تشوفوه در كارنا بالعدسة الواسعة هذه اللي يحتاجوها مع الناس ويشتوها الناس بكل محسوب ها يليكم العدسة الواسعة كاريتي مليحة نبولوا عليها مليحة كاميرا الرئيسية التليفون هذا مليحة جمع اللي تشتي تصور تقدر تصور فطوات مليحة اخي العزيز بهذه العدسة الرئيسية التليفون 48 ميجا بيكسل اما الزاوية الواسعة ستكون كما قلنا 5 ميجا بيكسل احتى هي مليحة 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 اخي العزيز ما هيش راحت تكون بجودة خرافية كما راكم تخيل فيها كما رفض نشكر ايها تفضلت عليها من قبل ما هيش ذكر اللي راح يعني تصور بها كتصورت على الدنيا ولا فيديو ايها ما تدرج قلب تصور لك فطوات لا بس يعني تقدر تحطها بفوتو دوب رفيل عادي وما يضحكوش عليك الناس ازلت التليفون هذا اخوتي كما راكم تشوفوا النار من بعض الصور توضح وشجراني نخضر الفلوتع التليفون هذا مليحة مقبول الكاميرا الامامية اللي هي الكاميرات على السالفي راح تكون ثمانية ميجا بيكسل بفتعة عدسة ثنين فاصل ثنين جودة الفيديو راح تكون فول اش دي مع ثلاثين اف بياس حتى هي تقنى تقدر تدير بها سالفية تملاحة تصور مع اصحابك تدير بها فيديوات تملاح حتى هي مليحة ونقدر نقوله مقبولة خلصة القول الكاميرات على مليحة مقبولين مين نقولها ونعودها ما هم شوما الأفضل في الفئة السعرية هذه نروح الاخر حاجة اللي هي البطارية التليفون اعطتك سامسونج بطارية مليحة 5000 ميلي امبير بطارية فورد يعني هذه الحاجة الوحيدة اللي عجبتني في التليفون وعجبتني بزاف سرعة شحن 15 واط حاجة قليلة اللي راح يخليك تشارج التليفون من صفر من المية حتى المية بالمية في غوضون 120 دقيقة بالنسبة للاستعمال مكثفة التليفون راح يشد لك حتى ثمانية سوية سبعة سوية وانت يعني حاكم تليفون ماكشتالجو اما الاستعمال العقلاني يكمل لك اليوم حتى الليل خلاص قادر ساعد خورين يقعد لك حتى الغدوة الصباح بش تبدأ لشارجة حمار من الفوق الشارج طيعة ومليها يا خوتي ومليها بزاف حاجة مقبولة بالنسبة للفئة السعرية لشارج 5000 مليحة بزاف واللي هنا نكون اسجدنا المراجعة كيف نزل تليفونات يعني تقدر تزيد شوية وتشاري واحد منهم خار من هذا هاربين على هذا بزاف كان واحد من شركة شاومي اللي هو رادمين وطويت ما زال الاستعمال اليوم يعني حاجة مليحة وهارب على هذا بزاف وكان اللي هارب عليهم في زوز خلاص يعني كنت تزيد شوية بركة 400.500 تريب تليفون قوة صحبية نخلي لكم تليفون هذا مراجعة اللي هو الامفانتينتع سامسونك فيه شاشة سوبر امولاد المهم بلا ما نحكيه بزاف هاربع التليفون هذا وقريب عليه في السعر التليفون هذا حاليا وطراني نقوله في رأيي الخاص ما نكذبهش على رواحنا خوتي العزاز البرى هذا تقع ثلاثة وثلاثمائة ثلاثة وخمسمائة ثلاثة وربعمائة انا واحد من الناس ما نشريه ما مو حال نزيد شوية ونشت نجيب الامفانتينتع هذا كون ديرلو زوزو ثمنمائة زوزو سبعمائة يجي التليفون مليح مايبش نشريه بالبرياضة انسى كما قلت لكم نزيد شوية صرف الروح نجيب الادمين وطويت ونجيب الامفانتين اللي خرح تام الادمين وطويت ونتمتع وراني بتليفون قوة كاميرات قوة سوبر امولاد باطرية 6000 وصلنا لهاية الفيديو خوتي ما تنساش جينا الانستا راح نخليلك مواقع التواصل الاجتماعي تاعي كامل في الديسكريبسيون تيك توك بيضوايح للتيك توك ما تحكوش عليا ندير فيه حوية جميلة ما نشطها نديركم شوية تقنية شوية منها اضرب والوط الله عندنا التويتر رفيه زائر وابونين تمنى بعد الفيديو هذا يطلع شوية الليت وعنده شهر ولا واش الانستا اللي حبي تواصل معايا ولا يبعت لي اسئلة ولا يحبي يقصر ساعة ندير فيه دي لايف حياتي يومية بكل ثمة اذا اغبطت في اليوتيوب تلقوني في الانستا اروه في الديسكريبسيون هو اللي هو البيت ما بقى لي غير نقولكم طلوا لي فارواحكم السلام عليكم